بيبدأ الفيلم سنة 2600 قبل الميلاد في مدينة اسمها مدينة كنداك ومدينة كنداك ديه كانت مدينة قوية ومزدهرة وملينة بالخيرات لحد ما في يوم جيه شخص ضغي ومستبد اسمه اكتون وغزى اكتون مدينة كنداك وده علشان هو كان عايز يصنع تاج سحري في قوة شيطانية والتاج ده هيخلي عنده قوة جبارة وعلشان يصنع التاج السحري ده كان محتاج معدن نادر اسمه الاترينيوم ومعدن الاترينيوم ده معدن سحري وقوي جدا لكن المشكلة ان المعدن ده ما بيكونش موجود غير في جبال كنداك وعلشان كده قرر اكتون ان هو ياخذ مدينة كنداك وكمان اكبر شعبها انهم ينقبوا عن معدن الاترينيوم ده بنفسهم في قلب الجبل وبعد معاناة طويلة وايام كتير من البحث والتنقيب بيقدر راجل عجوز يلاقي المعدن ده واول ما بيلاقيه بتحصر خناقة كبيرة وكل الناس اللي حاوليه بيحاول ياخذوا منه المعدن علشان يبانوا انهم هما اللي لقوه وياخدوا هما المكافأة من اكتون لكن بيظهر ولد صغير في السنة وبيوقف الخناقة وبيبعدهم عن بعض وبيقول لهم انهم لازم يكونوا ايد واحدة ضد العدو بدل ما يتخانقوا مع بعض وساعتها طبعا عيبقوا ضعاف وبيقول لهم خطاب تشجية علشان يعرفوا ان هما مش اعداء وان اكتون هو عدوهم الحقيقي وهو اللي مستعبدهم وبعدها الولد ده بياخد العجوز اللي لقى المعدن وبيروحوا لجندي من جنود اكتون وبيسلموا المعدن اللي العجوز ده لقى وبيطلبوا الراجل العجوز من الجندي انه هو يديله المكافأة لان هو اللي لقى المعدن فبيقول للجندي انه هو هيديله مكافأة كويسة وبياخدوا عند حفة الجبل وبيقتله وبيرميه من فوق الجبل قدام عيون كل الناس وكمان بيفضل الجندي ده يتريع على موته وبيكون الولد الصغير بيشوف كل ده وهو مصدوم ومتأسر بموت العجوز وعلشان كده بيروح الولد ده السارق المعدن من الجندي وبيغرب به وبيطلع الولد فوق مكان عالي وبيكلم الشعب وبيقول لهم انهم لازم يتعاونوا ويتحدوا مع بعض علشان يقدروا يقفوا قصاد اكتون وجنوده ويتحرروا من العبودية اللي هما فيها لكن وللأسف الجنوب بيقبضوا على الولد ده وبياخدوا منه المعدن تاني ولما اكتون بيسمع باللي حصل بيقمر جنوده وبيعدم الولد ده قدام الشعب كله علشان يكون عبرة ليهم كلهم لان لو الولد ده فضل عايش هيتسبب في ثورة كبيرة وهو مش قدها وبالفعل بياخدوا الجنود وبيحطوه على منصة الاعدام قدام الشعب كله علشان يخلصوا عليه قدامهم لكن قبل ما يقدموا بلحظات بيختفي منها المنصة بطريقة عجيبة وما بيكونش ليه اي اثر وبعد ما بيختفي بيظهر الولد ده في كهف معروف باسم كهف الخلود والكهف ده بيكون فيه مجموعة صحرة بيحموا قوعة عظيمة اسمها كوت شازام والصحرة دول بيكونوا شايفين ان الولد ده هو انسب شخص ياخد قوة شازام الجبارة علشان يكون فيه توازن والولد ده يقف قدام الشر وبالفعل بيتجمعوا كلهم وبينقلوا للولد ده قوة شازام السحرية وساعتها بيتحول الولد اللي شكله ضعيف لشخص ضخم وقوي جدا وعنده قدرات خارقة وبيكون اسمه بلاك ادم وفي نفس الوقت ده بيكون اكتون قدر يصنع التاج السحري اللي فيه القوة الشيطانية باستخدام معدن الاترينيوم اللي هم لقوه وبيلبس اكتون التاج وبيكتسب قوة شيطانية رهيبة لكن فجأة بيلاقي بلاك ادم داخل الاصر بتاعه علشان يواجهه ويقضي عليه ويخلص العالم من شره وبتحصل معركة قوية جدا بينهم وكل واحد فيهم بتكون عنده قوة جبارة والمواجهة بينهم بتكون صعبة جدا والاصر كله بيتدمر اسمه المعركة دي وما حدش من الوقت ده بيعرف ايه اللي حصل لبلاك ادم او اكتون او التاج السحري وكلهم بيختفوا تماما وبعد مرور خمس تلاف سنة على الاحداث دي بنروح للوقت الحاضر وبنشوف بنت اسمها ادريانا وهي مع اخوها كريم ومجموعة من اصحابهم وراكبين عربية وادريانا دي بتكون علمها وبتبقى يدر التحدد مكان التاج السحري واللي بيكون اختفى من زيما من ايام معركة ادم واكتون وبتكون رايحة هي واخوها واصحابهم علشان يلاقوا التاج ده وبيوصلوا كلهم لكهف قديم وكريم بيستنى بره في العربية وادريانا بتدخل مع واحد من اصحابها وبتدور ادريانا جوا الكهف ده عن التاج لكنها بتلاقي رسومات كتير مرعبة ومخيفة جوا الكهف وكمان بتلاقي شعارات غريبة ومش مفهومة لكن ادريانا ما بتهتمش بكل ده وبتكمل بحث عن التاج السحري لحد ما بتقدر تلاقيه وبتاخد التاج وبتكون هتخرج به لكن بتتفاجئ قدامها بمجموعة اشخاص معهم اسلحة جايين يسبتوها وياخدوا منها التاج وهي بتكون عايزة تشتبك معهم لكن هم بيهددوها بقتل اخوها فبتضطر ادريانا ان هي تسكت وما تشتبكش معهم باي شكل من الاشكال لكن بتلاقي جنبها في الكهف شعارات غريبة ومكتوب جنبها ان هي لو قالت التعويزة دي هتستدى يا بطل اسطوري فبتقرر ادريانا ان هي تعمل كده وبتقول التعويزة دي وبتستدعي البطل الاسطوري واللي هو بيكون بلاك ادم واول ما الاشخاص المسلحين دول بيشوفوا بلاك ادم بيفضلوا اضرب النار عليه علشان يقتلوه لكن هو ما بيتأثرش نهائي بالكلام ده وبيهجم عليهم وبيبدأ يخلص عليهم واحد ورد تاني وبتستغل ادريانا انشغال الاشخاص دول مع بلاك ادم وبتاخد اخوها والتاج وبتغرب من المكان بسرعة من غير ما اي حد ياخد باله وبلاك ادم بيفضل يواجه الاشخاص دول اللي بيكونوا عمالين يستدعوا الدعم علشان يقدروا يتصدوله ورغم كده بيفضل بلاك ادم يقتل فيهم كلهم وحتى بعد ما الدعم جيه بيقدر يقتلهم كلهم بمنتهى السهولة لحد ما واحد من الجنود دول بيضرب صاروخ على بلاك ادم ولكن بيقدر بلاك ادم يمسك الصاروخ ده لكن بعدها بيكتشف ان الصاروخ ده مصنوع من معدن الاترينيوم النادر وبينفجر الصاروخ ده في ايد بلاك ادم وبيجرحه وبيعمله اصابة قوية لان معدن الاترينيوم ده هو نقطة ضعف بلاك ادم الوحيدة وكل الطلق الناري والكلام ده ما بيقصرش في نهائي وبيخلص بلاك ادم على الشخص اللي ضرب الصاروخ عليه لكن بعدها بيفقد الوعي وبيغمى عليه بسبب الاصابة اللي تعرض لها فبتقرر ادريانا واخوها انهم يخدوا معاهم وفي نفس الوقت ده بتكون فيه واحدة مسؤولة من الحكومة الامريكية اسمها اماندا وبتكون سمعت عن بلاك ادم وقووته الجبارة وبعد ما بتكون شافت قووته وازاي قدر يقضي على عدد كبير من مرتزقة مسلحين بمنتهى السهولة بتبدأ تقلق وبتبدأ تخاف منه علشان كده بتتواصل اماندا مع فرقة معروفة بفرقة العدالة والفرقة دي عبارة عن مدموعة اشخاص عندهم قوة خارقة زي بلاك ادم وبتتواصل اماندا مع الفرقة دي وبتديهم امر بالابض على بلاك ادم والفرقة دي بتكون مكوانة من اربع افراد واول واحدة فيهم اسمها ماكسين وكمان شاب صغير اسمه اتوم وراجل كبير في السن اسمه فيد واخر عضو في الفريق هو شخص اسمه هوكمان والله هو الشخص اللي جمع الفريق ده وهو القائد بتاعهم وكل واحد من الاربعة دول بيكون عنده قوة خارقة مميزة ومختلفة عن التاني وكلهم بيكونوا اقوياء جدا وبيتجمع كلهم وبيجهزوا نفسهم وبيتحركوا بطيارة علشان يروحوا يبوضوا على بلاك ادم وبييجي تاني يوم وبيفوق بلاك ادم من فقدان الوعي اللي كان فيه وبيلاقي نفسه موجود على سرير في بيت غريب وما بيكونش فاهمه وفين وإيه اللي جابه للمكان ده لحد ما بيلاقي ولد صغير موجود جنبه اسمه امون واللي هو بيكون ابن ادريانا وبنفهم ان بلاك ادم موجود في بيت ادريانا لكن الموضوع بيكون غريب بالنسبة لبلاك ادم فبيقعد امون مع بلاك ادم وبيقول ان هو يعرفه كويس لان هو قرى عنه في كتب التاريخ وبيفاهم امون ان هو اللي انقذ كان داك من خمس تلاف سنة وحررها من العبودية بعد ما قتل اكتون ومن وقتها والناس بتعتبروا شعار للحرية وبيعملوله تمسيهل في كل مكان وبيعتبروه بطل قومي وبيقولوا ان هم دلوقتي بيعانوا من ظلم واستبداد زي زمان بالزبط لكن هم وثقين ان هو هيحررهم وينقذهم زي ما عمل زمان وبيكون بلاك ادم مصدوم من كل اللي بيسمعو ومن كل السنين اللي عدت ديه هو فترة ثبات وعلشان كده بيتعصب على امونه وبيقولوا ان هو مش بطل وان هو مش ناوي ينقص حد وبيسيبه وبيمشي واسناء ما هو خارج بيقابل ادريانا وكريم قدامه ولما بيشوف ادريانا بيقدر يعرف ان هي اللي قالت التعويزة واستدعته فبتقوله ادريانا ان هم عارفين ان هو بطل وانهم محتاجين مستعدته لكن هو بيرفض وبيكون مصامر على كلامه وبيقولها ان هو مش بطل وبيسيبهم وبيمشي وبيطلع من المبنى وهو طير وطبعا اول ما الناس بتشوفه بتجيله محلة زهار وبيترابه من المنظر وبيشوف بلاك ادم ان فيه تناثيل كبيرة معمولة في المدينة فبيطلع يتفرج على التمثال وهو متأثر وزعلان جدا وفي نفس الوقت ده بيروح اموني اسرق اللاسلكي يجندي في الشارع وبيقول في اللاسلكي ان باطل كان داك رجع لها من تاني وهو طبعا يقصد بلاك ادم لكن بتحصل مشكلة علشان اللاسلكي اللي هو سرقه وبيجوا مجموعة الجنود يطردوه ولما امه ادريانا بتشوف اللي بيحصل ده بتروح تساعده لكن الجنوب بيقضوا عليهم هما الاتنين فهنا بيدخل بلاك ادم وبيوقف الجنود دول وبيخلص عليهم بمنتهى السهولة وبينقذ ادريانا وابنها وفي اللحظة دي بتوصل فرقة العدلة للمكان علشان يوقفوا بلاك ادم عند حده ويقضوا عليه وهوكماني وفيت بيروحوا يتكلموا مع بلاك ادم الاول قبل استخدام العنف وبيطلبوا منه ويسلم نفسه بهدوء لكن طبعا بلاك ادم بيرفض يسلم نفسه وبيبدأ يشتبك معهم كلهم وبتقوم معركة كبيرة بين فرقة العدلة وبين بلاك ادم ورغم ان فرقة العدلة مكوانة من اربع افراد وبلاك ادم واحد بس لكن برضو بيكون بلاك ادم متفوق عليهم كلهم وبيباني ان بلاك ادم فعلا قوي جدا لدرجة ان الاربع اشخاص اللي عندهم قوة خارقة وما بيكونوش قادرين عليه وبعد معركة طويلة او شارسة بيقدر بلاك ادم يهزمهم كلهم وكل اهل المدينة بيكونوا بيتفرجوا على المعركة وما بيكونوش مصدقين عنيهم وبيفضلوا يهتفوا باسم البطل بلاك ادم وبعدها بتروح ادريانا تتكلم مع هكمان وباقي فرقة العدالة علشان تهديهم من ناحية بلاك ادم وبتوضح لهم ان بلاك ادم مش شرير ولا بيستخدم قيوته في الشار وبتحكي لهم على تاريخ بلاك ادم وتحريره لشعب كان داك زمان من العبدية لكن هو كمان بيرد عليها وبيقولها ان بلاك ادم عمره ما كان بطل ولا هيبقى بطل وبيقولها ان الاسطورة بتاعته اتحكب بشكل غلط لان زمان ما حصلتش معركة بين بلاك ادم واكتون زي ما هما فاكرين وده لان بلاك ادم هجم على اكتون قبل ما اكتون يلبس التاج اساسا وكان اكتون ساعتها مجرد بشري ضعيف وفضل يترجى بلاك ادم ان هو يرحمه وما يقتلوش لكن بلاك ادم مرضيش يرحمه وقضى عليه رغم ان هو كان اعزل وكمان بلاك ادم ضمر الاسر كله بالكامل ولما الصحر عارفوا ان بلاك ادم فيه جانب شرير قرروا يعقبوه يحبسوه في القبر ودخلوه في حالة ثبات لحد ما جات ادريانا وقارت التعويزة وخرجته من حالة الثبات اللي كان فيها فبيفهمها هكمان ان هو مش بطل زي ما هي فاكره وان هو شخص مجنون وشرير وكان المفروض يفضل مسجون فبتطلب ادريانا منهم ان هما يجوا معها يتكلموا مع بلاك ادم بهدوقه بدون مشاكل فبتروح ادريانا لبلاك ادم وبتواجهه بالكلام اللي ارفته عنه وهو ما بينكرش وبيقولها ان هو عمره ما قال على نفسه بطل وان هما العملين يقولوله كده فبتقول له ادريانا ان هو ممكن يكون فعلا مش بطل لكن هو دلوقتي عنده فرصة ان يبقى بطل وده عن طريق ان هو يتعاون مع فرقة العدلة ويقعد معهم ويسمع هما عايزين منه ايه وبعد تردد وتفكير من بلاك ادم بيوافق ان هو يقعد يتكلم مع فرقة العدلة ويسمعهم لكن بيحذرها ان هما لو حاولوا يشتبكوا مع المرة دي هيقضى عليهم تماما فبتوافق وبتتفق معاه على كده وفي نفس الوقت ده بيكون امون ابن ادريانا موجود مع خالو كريم في البيت وبيتفاجه هما الاتنين بشخص اسمه اسماعيل جاي يزورهم ويقعد معاهم واسماعيل ده كان من ضمن اصحاب ادريانا وكريم اللي كانوا بيدوروا على التاج والمفروض ان هو مات في الكهف لكن بيتفاجه ان هو لسه عايش فبيفرحوا بيه جدا وبيعودوا يتكلموا معاه وبيعترف له امون ان التاج السحري موجود معاه واول ما اسماعيل بيعرف كده بيطلع سلاحه وبيهدد امون بالقتل لو مدلوش التاج فبيحاول كريم يتصدل اسماعيل لكن وللأسف اسماعيل بيضرب بالنار وبيخلص عليه وبيستغل امون انشغال اسماعيل وبياخد التاج وبيروح استخبه على طول وبيتصل بامه اللي بتكون موجودة مع بلاك ادم وفرقة العدالة وبتكون فرقة العدالة بيطلب من بلاك ادم في الوقت ده يستسلم ويجي معهم من غير شوشرة لكن بيقطع كلامهم ده اتصل امون بامه وبيكون بيطلب منها المساعدة فبيتحرك بلاك ادم على طول على هناك عشان ينقذ امون ولما بيوصلوا لهناك بيلاقي رجالة اسماعيل قدروا يمسكوا امون فبيبدأ بلاك ادم يشتبك معاهم وبتدور بينهم وبينه معركة وبتيجي فرقة العدالة تساعد بلاك ادم في المعركة دي واسناء انشغالهم مع رجالة اسماعيل بيقدر اسماعيل يمسك امون لكن المفاجأ ان هو مش بيلاقي التاج معاه فبيقرر اسماعيل ان هو ياخد امون معاه كراهينة وبيهرب من المكان هو ورجالته وبلاك ادم وفرقة العدالة بيطردوهم وبيحاولوا يخلصوا عليهم لكن اسماعيل للأسف بيقدر يهرب منهم وهو مع امون فبيروح حكما يجيب اتنين من رجالة اسماعيل من لهم لسه ضربينهم علشان يعرفوا منهم مكان اسماعيل وفي الاول الاثنين دول بيرفضوا يتكلموا لكن في النهاية بياخدهم بلاك ادم وبيطر بيهم لمكان عالي وبيهددهم ان هو هيرمين من فوق لو ما تكلموش وبيوقع واحد من الاثنين فالتاني بيخاف وبيتكلم على طول وبيقوله على مكان مقر اسماعيل بالتفصيل لكن لما بينزل بلاك ادم للارض بيجيله هكما وبيتخانق معاه علشان هو قاله يبطل يقتل الناس ومع ذلك بلاك ادم كان هيقتل واحد من الاسرة فبيرد بلاك ادم عليه وبيقوله ببرود ان هو بيعمل اللي هو عاوزه ومحدش ليه سلطة عليه وبتحصل بينهم خناقة وبيفضلوا يضربوا في بعض والبقين بيكونوا بتفرجوا لحد ما بلاك ادم بيضرب ضربة في المكتب واده بتتجرح فبيستغربوا وبيكتشفوا ان امون نخب التاج في المكتب وان ايه بلاك ادم اتجرحت علشان التاج في معدن الاترينيوم واللي هو نقطة ضعف بلاك ادم وبيتجمع كلهم وبيقول بلاك ادم ان انسى بحل ان هما يدفنوا التاج ده ويخفوه تماما قبل ما حد يستخدمه وكلهم بيتفقوا معاه في الرأي ده معادة ادريانا اللي بتقولهم ان محدش هياخد التاج ده غير لما ابنها يرجع لها فبيقتنعوا كلهم ان هما لازم ينقذوا امون الاول وبعدها يبقوا يدفنوا التاج ويخفوه براحيتهم وبيبدأوا يجهزوا نفسهم للهجوم وبيحطوا خطة علشان يقدروا يقتحموا مقر اسماعيل فبيروحوا كلهم للمقر بتاعه وبيقدروا يقضوا على الدفعات بتاعته بسهولة وبيخلصوا على معظم رجال اسماعيل وكمان بيقدروا يوصلوا لاسماعيل وامون لكن ما بيقدرواش يقربوا اكتر من كده وده لان اسماعيل بيكون محاوت نفسه هو امون بمعدن الاترينيوم ومواجه مسدسه ناحية امون وطبعا ما بيقدرش بلاك ادم ان هو يتقدم اكتر من كده لان المعدن ده نقطة ضعفه فبيتكلم اسماعيل معهم وبيقولهم ان هو هيرجع لهم امون من غير اي مشاكل في مقابل ان هما يدولوا التاج فبتصدق ادريانا كلامه وبتروح تدي التاج لاسماعيل عشان تنقذ ابنها والاول ما بياخده بيقول ان هو اخيرا حق رجاله وهنا بنيكتشف ان اسماعيل يبقى اخر شخص من ناس للحاكم الطغي اكتن وبعد ما بيكون اخد التاج بيكون المفروض يرجع لهم امون زي ما اتفقوا لكن المفاجأ ان اسماعيل بيقدر بيهم وبيضرب امون بالنار وفي اللحظة دي بيتحرك بلاك ادم بسرة البرق ومش بيهم ان هو يتأذى من معدن الاترينيوم وبيروح يلحق امون قبل ما يتصب بالطلقة وبالفعل بيقدر بلاك ادم ينقذ امون قبل ما الطلقة تصيبه بلحظاته ليلة جدا وفي الوقت ده بيلبس اسماعيل التاج وبيفقد بلاك ادم السيطرة على نفسه وبيطلع طاقة كبيرة جدا من جسمه وبتدمر المكان تماما زي ما عمل في اسر اكتن زمان وفرقة العدلة بينقذه ادريانا وابنها من بلاك ادم ومن غضبه ورغم كده بيتصاب امون اصابة قوية بسبب الانفجار لكن الاهم من كده هو ان اسماعيل بيموت في الانفجار وبعدها بيروح حكما يتكلم مع بلاك ادم وبيقوله ان اسماعيل قبل ما يموت كان بيتكلم عن ولد اسمه هارت وبيسأله حكما مين هو هارت اللي اسماعيل كان بيتكلم عنه فبيقوله بلاك ادم ان هارت دا يبقى ابنه وبيدعي يحكيله قصة هارت وبيقوله بلاك ادم ان مش هو الولد الشجاع اللي كان بيشجع الشعب على التحرر من العبدية زمان وان كمان مش هو اللي كان عنده قوة شزام السحرية وان ابن هارت هو كان الولد الشجاع دا وكان عنده قوة شزام وساعتها اكتن ما كانش قادر يتصدل هارت وقوة الخارقة فقرر يقتل اسرة هارت وبالفعل رجالة اكتن قتل ام هارت وعملوا اصابة قوية لبلاك ادم اللي هو ابو هارت وكان بلاك ادم هيموت خلاص وعلشان هارت ينقذ ابوه اداله كل القوة السحرية بتاعته واسعتها رجالة اكتون استغلت والنهارت ما بقاش عنده قوة وقتلوه قدام عيون بلاك ادم واللي اول ما شاف ابنه بيموت قدامه اتحول مية وتمانين درجة وبقى شخص شرير جدا وقتل اكتون ومرحموش زي ما هو مرحمش ابنه وبيقول له بلاك ادم ان هو دلوقتي ما بقاش محتاج لقوة شزام وهيقول تعويزة وهيرجحها للسحرة من تاني وبيطلب منهم ان هما ما يخلهوش يقول كلمة شزام مهما حصل لان لو قال كلمة شزام ساعتها القوة هترجع له تاني وهو مش عاوز كده وبيقول بلاك ادم شوية كلمات سحرية وقوة شزام بتتسحب منه وبيرجع انسان طبيعي ما عندوش اي قوة خارقة وساعاتها هو كمان بيقوض عليه وبيخضوا للمقر بتاحهم وبيجمدوه تماما وبيدخلوه في حالة ثبات تاني وبيحطوا اجهزة تمنعهم للكلام نهائي بحيث ان لو قدري يفوق من حالة الثباب باي طريقة ما يقدرش يقول كلمة شزام والقوة بتاعته دي ما ترجع لهش تاني وفي نفس الوقت ده واسناء ما قدرينا بتعمل ابحاثها عن التاج بتكتشف ان اسماعيل ما ماتش لكن هو انتقل للجحيم علشان ياخد القوة الشيطانية من الشياطين اللي هناك وان اسماعيل كان مخطط لكل ده وكمان كان مخطط ان بلاك قدم يقتله ولكن يقتله وهو لابس التاج عشان التاج ينقله للجحيم ويقدر ياخد القوة الشيطانية الجبارة اللي هناك وبالفعل بيخرج اسماعيل من الجحيم وهو بشكل شيطاني وعند قوة رهيبة واول ما في رئة العتلة بيعرفه باللي بيحصل بيتجمعه فورا وبيروحوا عشان يتصدوا لاسماعيل لكن محدش منهم بيقدر يوقف اسماعيل بسبب قوته الرهيبة وبيكون في تعارف ان هما مش هيقدروا يهزموا اسماعيل وان الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو بلاك ادم وعلشان كده بيستخدم فت قوته الصحرية وبيحرر بلاك ادم وساعتها بيقول بلاك ادم كلمة شزام وقوته بترجع له من تاني وفي نفس الوقت ده بيكون اسماعيل فتح بقوابة للجحيم وبيستدعي الجيش من الهياكل العظمية وبتبدأ المعركة بين بلاك ادم وفرقة العدلة ضد اسماعيل والجيش بتاعه وبعد معركة طويلة جدا ويشارسة بلاك ادم بيقسم اسماعيل نصين وبيخلص عليه هو وجيشه وكل اهل المدينة بيتجمعه وبيفضلوا يهتفه باسم البطل بلاك ادم وبيقول لهم بلاك ادم ان ده بطل المدينة رجع لهم ومش هيتخلى عنهم تاني وبكده يكون بلاك ادم قدر ينقذ المدينة للمرة التانية وبيقرر يبقى هو الحامب بتاعها لكن فجأة بيظهر هنا سوبرمان ونورا وبيقوله ان هو عاوز يتكلم معه في موضوع مهم وبنفهم ان الفيلم اكيد دي جزء تاني وبيخلص الفيلم ما تنساش تقولينا رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام نلخصها في التعليقات وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف حشان تتابع الملخصات الكوميدية